لمن لا يعرف الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خيردين زدشي هو أصغر رئيس للفاف على مر تاريخها فهو من موليد الرابع والعشرين أكتوبر 1965 بمدينة بورجبوري ريج دخل عالم الأعمال صغيرا فأسس رفقة عائلته شركة اختصت في مجال السيراميك وأصبح معها زدشي من أكبر رجال الأعمال الشباب في الجزائر حبه للرياضة وعشقه لكرة القدم تحديدا جعله يقتحم عالم المستدير من بوابة نادي صغير هو أتليتي كوبرادو الذي أسسه زدشي بماله الخاص سنة 94-900 فحقق الصعود رفقة النادي الأزرق والأصفر من الأقسام الشرفية السفلة إلى غاية وصوله إلى القسم الأول سنة 2006 فلعب موسما واحدا فقط وعاد بعدها لمصارعة جحيم الأقسام السفلة تخبط الكرة الجزائرية وتراجع نتائج المنتخب الوطني في السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين حركت مشاعر الرجل الجديد في مبند الإبراهيم الذي أطلق أكاديمية لكرة القدم بمواصفات عالمية أكاديمية بدأ زدشي يحصد ثمارها بعد عشر سنوات من التكوين المتواصل للاعبين أثبت علو كعبهم من أمثال رامي بن سبعين وزكريا منصوري وعبدالله دواجي وآخرين دون أن ننسى ما يصنعه نادي بارادو الذي حقق الصعود بالتعداد معظمه من أكاديمية الفريق إذن آمال كبيرة معلقة على الرئيس الجديد للفاف لإخراج الكرة الجزائرية من النفق المظلم وهو المعروف عنه العمل في صمت والتركيز على التكوين القاعد للشبان فهل سيتمكن زدشي من تحقيق ما عجز عنه سابقه؟